مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أبناي الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم عنوان الدرس مكارم الأخلاق صورة الحجرات من الآية 11 إلى الآية 13 الحصة الثانية نذكر أبناي الطلاب بالقيمة التربوية التي معنا في هذا الدرس وهي حسن الخلق عزيزي الطالب ذكرنا في الحصة الماضية عدة مفردات فما المقصود بالمفردات التالية لا يصخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أحسنتم وبرك الله فيكم لا يصخر لا يستهزئ لا تلمزوا لا يعب بعضكم بعضا لا تنابزوا بالألقاب لا تنادوا بعضكم بألقاب سيئة نأتي إلى الأهداف الهدف الأول أن يوضح الطالب الآثار المترتبة على هذه الصفات المذمومة أن يوضح الطالب معنى الظن وآثاره على الفرض والمجتمع الهدف الثالث أن يستنتج الطالب مفهوم التجسس والغيبة والتشبيه المذكورة في الآية الكريمة الهدف الأول أن يوضح الطالب الآثار المترتبة على هذه الصفات المذمومة عزيزي الطالب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم تنتج الأخلاق المذمومة التي ينهان الله عز وجل عنها في الآية الكريمة أحسنتم ينهان الله عز وجل عن سوء الظن وعن التجسس وعن الغيبة والعياد بالله تستمر الآيات في تعليم المسلمين وتنبيههم على تجنب الأخلاق المذمومة التي تؤذي الناس وتضر بالمجتمع فتنهاهم عن ثلاثة أخلاق أخرى سيئة وهي الظن السيء جتنبوا كثيرا من الظن الظن أبناء الطلاب من أعمال القلوب ويعني الشك دون دليل والله جل جلاله ينهان في هذه الآية عن الظن السيء بالمؤمنين وجاء النهي في الآية بلفظ اجتنبوا الذي يفيد الابتعاد عنه وعن كل ما له علاقة به كي لا يترك المسلم نفسه عرضة لهواجس النفس والشكوك والظنون والشبهات عزيزي الطالب في صفحة 26 عندنا سؤال ما أثر سوء الظن ما أثر سوء الظن على العلاقات الاجتماعية لا شك أنها تؤدي إلى الشبهات وقطع العلاقات بين الناس عزيزي الطالب أذكر أثرا واحدا من الآثار المترتبة على الأخلاق الذميمة التي حذرنا الله عز وجل منها لا شك أنها تؤدي إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل وإلى العداوة بين الناس والبغضاء والشحناء بين أفراد المجتمع الهدف الثاني أن يوضح الطالب معنا الظن وآثاره على الفرد والمجتمع ذكرنا منذ قليل أبناء الطلاب أن الظن هو الشك دون دليل وله آثار على المجتمع منها أنه يؤدي إلى إيذاء الناس والإضرار بالمجتمع ويعرض الإنسان للهواجس النفسية كما أنه يؤدي إلى وقوع الشكوف والظنون والشبهات بين الناس مما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين أفراد المجتمع نأتي إلى هذا السؤال لماذا قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن ليفيد لابتعاد عنه وعن كل ما له علاقة به الهدف الثالث أن يستنتج الطالب مفهوم التجسس والغيبة والتشبيه المذكور في الآية الكريمة عزيزي الطالب يقول الله عز وجل ولا تجسسوا تنهان الآية الكريمة عن تتبع أخبار الناس وعن محاولة معرفة خصوصياتهم ومطالعة أسرارهم والكشف عما يكرهون أن يعرفه غيرهم ولا شك أن استخدام التقدم التقني في تتبع عورات المسلمين والمسلمات في العصر الحديث خطر يهدد أمن المجتمع واستقراره أما عن التحذير الثالث ويقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحمة فيه ميتا فكرهتموه ومعنى الغيبة أبناء الطلاب هي ذكر المسلم بما يكره في غيبته ولو كان صحيحا قد شبه القرآن الكريم غيبة المسلم بأكل لحمه وهو ميت لينبهنا إلى خطورة هذا التصرف وحرمته عند الله جل جلاله ووجه الشبه بين الغيبة وأكل لحم الميت انتهاك حرمة المسلم وهو لا يشعر لذلك في هذا التشبيه تنفير للمسلمين من هذا التصرف قال الله فكرهتموه أي كما أنكم تكرهون أكل لحم أخيكم المسلم ميت يجب أن تكرهوا غيبته واتقوا الله إن الله تواب الرحيم تختتم الآية بقاعدة مهمة لضبط تصرفات المسلمين وسلوكهم وهي الحرص على تقوى الله جل جلاله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه والخطاب في هذه الآية فيه تذكير لعباده المذنبين المخطئين بأن الله يقبل التوبة بل إنه جل جلاله تواب أي قابل توبة التائبين رحيم أي واسع الرحمة وذلك يشجع كل مذنب ومخطئ على أن يسرع بالتوبة إلى الله جل جلاله من الذنوب والآثام ما مفهوم التجسس والغيبة أبناء الطلاب كما ذكرنا قلنا إن التجسس تتبع عورات المسلمين والاطلاع على خصوصياتهم كما أن الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ اذكر شروط التوبة الصادقة لله تعالى شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية ورد الحقوق إلى أصحابها عزيزي الطالب انتبه إلى هذا النشاط وفيه أذكر نوع الخطأ في التصرفات الآتية بوضع إشارة خطأ في العمود المناسب مع التعليم التصرف الخاطئ أم خالد تراقب جيرانها دائما لتعرف أخبارهم ما نوع هذا التصرف ظن سيء تجسس غيبة أحسنت هذا تجسس لماذا؟ لأنه تتبع لعورات الناس جاسم يشك أن زميله يصلي دون وضوء ما نوع هذا التصرف؟ هذا ظن سيء والعياد بالله والتعليل أنه لم يتثبت من الأمر أبو زاير يقول لصديقي سأخبرك بسر عن فلان ولكن لا تقل له أني أخبرتك ما نوع هذا التصرف؟ غيبة ولذلك لأنه ذكر زميله بما يكره زيد يذكر عيوب جيرانه لزملائه في المدرسة ما نوع هذا التصرف؟ غيبة أيضا وذلك لأنه ذكر للجيران بما يكرهون والعياذ بالله وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من الحصة الثانية من درس مكارم الأخلاق في صورة الحجرات وننبه أبناء الطلاب إلى ضرورة المشاركة في هذه الأنشطة الإلكترونية على موقع منصة المدرسة هذا والله تعالى أسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية